تضامنا مع لبنان وشعبه جراء العدوان الإسرائيلي ما زالت الطائرات العراقية تصل حاملة معها مساعدات إنسانية بدعم من الحكومة العراقية وهيئة الحجد الشعبي المساعدات توزعت على مراكز الإيواء في مختلف المناطق اللبنانية تتعرض أي مساعدة والإخلاء كذلك هي من الأمور اللي ممكن تساعد وخاصة حتى نحن نحافظ على القدرة الاستعابية في مستشفياتنا أنا بهذا الموضوع على تواصل مع العالي وزير الصحة العراقي الدكتور الحسناوي ونحن برجع بول إذا في أي داعي نحن هذا الموضوع نعرف أن الإخوان العراقي ما هي أصروا معنا أبدا الموقف العراقي كان محور اهتمام اللبنانيون الذين شكروا العراق حكومة وشعبا تحية لدولة العراق قيادة وشعبا على دعم الشعب اللبناني بصموده وموجهته لأدوان إسرائيلي على لبنان وكل الشكر لشعب العراقي دولة العراق وشعبه وقياداته وكل شيء نحن مش طالبين شيء نحن كل اللي طالبينه اللي قاله السيد اللي يطول عمره هي المساندة اللي قال عنه العربية بتشرفنا ونحن كلنا أخوة واللي يعني نحن بنعرف أنه الإسلام حس على الأخوة وعلى المساندة هاي دين المحبة واللحمة فكيف إذا يعني نحن كمان أولاد نفس عنا نفس التوجه بقصة نحن بالمقاومة بمقاومة العدو الصهيوني بتاع في أنت العراق يمكن هي من الدول العربية القليل اللي ما طبعت لشعب اللي كله نخوة وشعب بيأثبت دايما قدي العروبة عنده يقزة وقدي ضميره حي لمجرد ما بلشت الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على لبنان ما لقاينا غير من الشعب العراقي صار على أتم وأهبة الاستعداد فعليا مش بسبل حكة بلشوا يبعثوا مساعدات طبية والمساعدات أنا أكيد مش هتقصر بس على المساعدات المادية والطبية العراقي قادر يساعد لبنان على كل الأصعي ده نحن دورت العراق ودورة شكيكة ونحن معنا يعني بكل شيء هن معنا ونحن معنا إن شاء الله دايما خلينا الدولة العظيمة هذه والدولة القوية إن شاء الله بظلها قوية إن شاء الله بهذه المشاعر يتشكر الشعب اللبناني المساعي العراقية الصباقة بالوقوف إلى جانب لبنان جراء العدوان الإسرائيلي للعراقية الإخبارية لارا صالح بيروس